مساء الخير تمام طبعا هذه المحاضرة اليوم بعنوان لماذا نجهل أسماء الأديبات والشواعر العربيات تهدف المحاضرة إلى التعرف على أهم الأسماء الأدبية النسائية المغمورة في تاريخ الأدب العربي خاصة في مجال الشعر حيث لا يذكر التاريخ إلا الخنسة ولا يمجد النقاط غيرها بينما تذخر العربية بشواعر فالذات ملأنا المكتب العربية بأجمل قصائد والأغاني لكنهم نادر ما يذكرنا أو يتشهد بهم في كتب النقد العربي القديم بهذه المحاضرة رح نستعرض أسماء العديد من الشواعر من مختلف العثور وأعمالهم وكذلك المراجع اللي دونت فيها أعمالهم تقدم هذه المحاضرة الباحثة الدكتوراه والشاعرة كذلك دلال البارود وهي تبحث الدكتوراه في جامعة سواث في لندن قبل أن ننتقل للأستاذ الدلال هذه المحاضرة تقريباً رح تستغرق نصف ساعة إلى أربعين دقيقة بعدها رح يكون في مجال للأسئلة اللي حاب أو اللي حاب يسأل أو اللي حاب تسأل أو تعلق على مدار المحاضرة تقدر تكتب أو يقدر يكتب بالشات وأنا رح أنقل في النهاية المناحرات والأسئلة إلى دكتوراه عن قريب إلى الأستاذة دلال أستاذة دلال أهلا وسهلا فيك أحنا يشرفنا نستضيفك في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي أهلا وسهلا فيك السلام عليكم جميعاً مساء الخير أولاً شكراً جزيلاً لمتحف ومركز عبدالله السالم الثقافي لدعوته الكريمة ولثقة الصراحة الكبيرة في اختياري وإن شاء الله إن شاء الله نكون اليوم على قدر التوقع إن شاء الله وإن يكون الموضوع ممتع وكذلك مشوق أو شيق للحضور إن شاء الله طبعاً في بداية الأمر رح أتكلم أو سأتحدث عن سبب اختياري للموضوع ما أن تم مراسلتي من قبل الأخوة في مركز عبدالله السالم ويعني تم سؤال ما هو موضوع المحاضرة الذي تودين طرحها فكرت حقيقة ووجدت أن هذا الموضوع موضوع شعر النساء وموضوع تدوين شعر النساء موضوع مهم جداً وما زال يناقش ويبحث في الوقت الراهن خصوصاً وأننا ما نزال نسمع بعض الآراء التي تقول أن المرأة ليست بشاعرة أو ليست بشاعرة مجيدة أو أن التاريخ لا يذكر وجود الشاعرات لقلة الموهبة وغيرهم أيضاً من الآراء التي قد تقول أن الشاعر أو المرأة لا يمكن أن تتقن الشعر العمودي بمعنى الشعر الثلاسيكي كما يتقنه الرجال فلذلك وجدت أن هذا الموضوع مهم جداً للمناقشة ومهم جداً أن يتم طرحها الآن لعدة أسباب لأننا الآن في عصر جديد يهتم بالمرأة وبإنتاجها هناك أيضاً فلنقول يقضى اتجاه أعمال المرأة وإنصافها يعني لو أردنا القول إنصافها على المستوى الأدبي أو المستوى الفني كذلك ولهذا ارتأيت اختيار الموضوع لكن كان العنوان كما نرى ألم تنجب العربية شعرة غير الخنساء لأننا على الرغم من ما ذكرت من التهم وقد نقول تقليل من شأن أدب المرأة نرى أن هناك احترام كبير للخنساء وتقدير لها كذلك أريد أن أنوه أن هناك بعض المواضيع التي لن أتطرق لها في المحاضرة وذلك لمراعاة المرحلة الأمرية سأشير مثلاً إلى بعض المصادر لمن يريد أن يتبحر ويتوسع أكثر بالنسبة للموضوع إذن ستكون محاور هذه المحاضرة كالتالي لماذا حظية الخنساء بهذه المكانة لماذا لها هذا الشأن كذلك سنستعرض شواعر من العصر الجاهلي قصائدهم ملحوظات نقدية على أغرضهم الشعرية وأساليبهم كما سنفعل في العصر الأمر والعباسي والإسلامي والأندلس والشعراء أيضاً وشعرات الأندلس كذلك سنبحث عن أسباب والأسباب التي حالت دون ذكر شعر النساء وكذلك سنتحدث بشكل تاريخي وموضوعي عن الموضوع بالنسبة للآليات النقدية التي تطرقت أو ساهمت في عدم عبور شعر النساء إلينا في التاريخ كذلك في النهاية سننتهي إلى ملخص ونتائج وتوصيات وبعدها ممكن أن نستعرض المراجع ونستقبل الأسئلة بالنسبة للمحور الأول المحور الأول طبعاً الآن سنتكلم عن الخنساء ولماذا نالت هذه المكانة بالنسبة للخنساء الخنساء نالت هذه المكانة أولاً لمواضيعها الشعرية الكل يعرف أنها طبعاً هي شاعرة مخضرمة أي عاشت في الجاهلية وأيضاً شهدت الإسلام وأسلمت كذلك وقدمت أبنائها شهداء في المعارك الإسلامية مواضيعها التي كانت تختص بها كانت مواضيع الرثاء والفخر وهي أكثر المواضيع التي يتناقلها الرجال في كتب الأذب واللغة والنقد كذلك نستطيع أن نقول بأن السبب بشهرة الخنساء سبكها اللغوي الذي تميزت به من حيث البلاغة أو السجع والموسيقى الداخلية وهذه المعايير تقع ضمن المعايير النقدية التي وضعها النقاد آنذاك والرجال آنذاك كذلك لديها مكانة مهمة في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك يعني يشهد على هذا الحادثة التي تقول أنه عندما قدم عدي ابن حاتم الطائي على الرسول صلى الله عليه وسلم مع قومه قال يا رسول الله إن فينا أشعر الناس وأسخى الناس وأفرس الناس فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فقال أما أشعر الناس فامروا القيس ابن حجر وأما أسخى الناس فحاتم ابن سعد ويقصد أباها حاتم الطائي وأما أفرس الناس فعمر ابن معدي يكرم فرد علي الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كما قلت يا عدي أما أشعر الشعراء فالخنساء بنت عمر وأما أسخى الناس فمحمد وأما أفرس الناس فعلي ابن عبي طالب لذا كانت الخنساء ذات مكانة مهمة جدا الدليل على ذلك أيضا أنه حينما كانت تذكر الشاعر أمام بشار بن برد كان دائما يرمي أشعار النساء بالضعف لكن عندما يقال له أو يسأل عن الخنساء كان يقول أما تلك ففوق الرجال يعني يعدها في مصاف الأدباء أو ما نقول في صف الأول من الأدباء والشعراء لذلك يعني حظيت بمكانة خاصة عند النقاد والشعراء ولكن هل فعلا العربية عاجزة عن أن تنتب شاعرة غير الخنساء هذا ما سنحاول إيجابة عليه في المحاضر إن شاء الله بالنسبة لشعر الجاهلي طبعا أود أن أنبه أني اخترت شاعرتين من كل عصر ذلك اختصارا للوقت وأيضا لنستعرض قصائدهن كذلك يعني لا يمكننا أن نحصر كمية الشاعرات أو الشواعر في العربية كذلك بأن أحد الأستاذ عبد الحكيم الوائلي الذي فند جزئين لشاعرات العرب قال إنه عندما ذهب ليبحث ويمحص ويجمع المعلومات وجد أن هناك في العربية ما يفوت الألف شاعرة الألف شاعرة لدينا في المعجم أو في النقل العصر الذهبي للأدب والعصور السابقة كذلك أنا أود أن أنوه أني لم أذكر شاعرات العصر الحديث يعني من القرن العشرين للواحد عشرين ذلك بأن التدوين بدأ والتوثيق بدأ فلذلك الأسماء أو الموسعات أو المصادر تعجوا بهن اخترت أن نعرج إلى الشاعرات التي نادرا ما يذكرنا في مقال أو في سياق الأدب النسائي أول امرأة نستعرضها اليوم هي جليلة بنت مرة الشيبانية شاعرة جاهلية مجيدة ومكثرة طبعا يعود نسبها إلى شيبان هي أخت جساس ابن مرة والذي قام بقتل زوجها كليب طبعا جليلة بنت مرة تعرف من أحداث كليب ابن ربيعة كليب ابن ربيعة كان سيد قومه أنذاك ولكن للأسف قام جساس أخ جليلة بنت مرة بقتل زوجها وبهذا اشتعلت أشهر حروب العرب والتي يقال لها حرب البسوس طبعا البسوس من هي؟ البسوس أيضا شاعرة جاهلية ومعها طبعا هي خالة جليلة يعني البسوس خالة جليلة وهي التي حرضت جساس على قتل زوج جليلة وهو كليب طبعا تأثيرها نراه أنها أيضا مذكورة في الأدب العربي الحديث في قصيدة شهيرة لأمل دون قل قصيدة لا تصالح يذكرها في مقطع ويقول لا تصالح ولا يغرنك حزن الجليلة فذكرها كذلك لأنها من أهم الأحداث ومن أهم النساء التي يجب نقوف عليهم سنستعرض قصيدة لها الآن طبعا هي كتبت هذه القصيدة عندما أقيم عزاء أو مأتم لكليب وكان أهل زوجها كليب بن ربيعة يحضرون المأتم وحدث حرج بين أهل زوجها وبينها كون أن الغريم أو القاتل لكليب هو أخوها وبالتالي كان من المزعج جدا والمحج جدا أن تكون في العزاء ذاته فخرجت من العزاء وأنشدت هذه القصيدة في القصيدة تقول يبنة الأقوام إن لمت فلا تعجلي باللوم حتى تسألي فإذا أنت تبينت التي عندها اللوم فلومي وعدلي إن تكون أخت مرئ ليمت على جزع منها عليه فافعلي فعل جساس على وجدي به قاطع ظهري ومدن أجلي لو بعين غير عين فقأت عيني اليمنى إذن لم أحفلي أي تم المجد كليب وحده واستوى العالي معا بالأسفل من لحكم الناس في حيرتهم وقرى الأضياف يوم البزل ولإصلاح وإفساد معا ولإصلاح وإفساد معا في صد الرمح وريل منصلي جل عندي فعل جساس فيا حسرتي عن منجلت أو تنجلي تحمل العين قذ العين كما تحمل الأم أذا ما تفتلي يا قتيلا يا قتيلا خرب الدهر به سقف بيتي يا قتيلا خرب الدهر به سقف بيتي جميعا من علي هدم البيت الذي استحدثته وبدى في هدم بيت الأول ورماني قتله من كثب رمية المصمى به المستأصلي يا نسائي دون كن اليوم قد خصني الدهر بأمر معضلي خصني قتل كليب بلضن من ورائي ولضن مستقبلي ليس من يبكي ليوميه كمن إنما يبكي ليوم بجلي درك الثائر شافيه وفي درك ثأري وفي درك ثأري يثكل المثكلي ليته كان دمي فاحتلبوا بدلا منه دما من أقحلي إنني قاتلة مقتولة ولعل الله أن يرتاح لي طبعا كما نرى القصيدة مليئة بالمشاعر الحزينة جدا فموقفها طبعا كانت لا تحسد عليه موقف القاتل فعلا عندما قالت إنني قاتلة مقتولة فهي فعلا قاتلة بحسب أو بحكم أخيها ومقتولة لأنها فقدت زوجها التي كانت تحبه وتجله أياما إجلال هذا كان النموذج الأول ننتقل الآن إلى النموذج الثاني وهي هند بنت الخس لقبت بالزرقاء وأيضا لديها أخت شاعرة اسمها جمعة بنت الخس عرفت بالذكاء والفطنة والدهاء وتناقلت الكثير من المصادر شعرها كذلك قال عنها الجاحظ عبارة مهمة في كتاب البيان والتبيين أنهم ومن أهل الدهاء والنكراء ومن أهل اللسن واللقن والجواب العجيب والكلام الفصيح والأمثال السائرة والمخارج العجيبة هند بنت الخس وهي الزرقاء هند تميزت بالحكمة وكذلك تميزت بأنها مكثرة من حيث الإنتاج الشعري ولديها العديد من الأغراض سنستعرض الآن قصيدة لها في الحكمة وقصيدة لها في الغزر تقول وجدت وخير القول في الحكم نافع ذوي الطول مما قد يعم ويلبس وليس الفتى عندي بشيء أعده إذا كان ذا مال من العقل مفلس وذي الجبن مما يسئر الحرب نفخه يهيج منها نارها ثم يخنس وكم وكم من كثير المال يقبض كفه وكم من قليل المال يعطي ويسلس وكم من صغير نزدريه لعله يهيج كبيرا شره متبجس وكم من مراء ذي صلاح وعفة يخاتل بالتقوى وذئب أملس وآخر ذي طمرين صاحب نية يجود بأعمال التقى ثم ينفس وكم من سفيه للجماعة مفسد يدب لشر بينهم ويوسوس وضو الظلم مزمو مثنثة ظاهر الخنى غني عن الحسنة وبالشر يحرس طبعا في هذه القصيدة تبين خيار الناس وتفضيلاتها تفضيلاتها وحكمتها التي أخذتها من خبرتها في الحياة وكيف ترى الناس وما هي أنواعهم وأجناسهم ولها قصيدة أخرى في الغسل تقول أشم كغصن الباني جعد مرجل شغفت به لو كان شيئا مدانيا تكلت أبي تكلت أبي إن كنت ذقت كريقه سلافا ولا عذبا من الماء صافيا وأقسم لو خيرت بين فراقه وبين أبي لاخترت ألا أباليا فإن لم أوسد ساعدي بعد هجعة غلاما هلاليا فشلت بنانيا طبعا النماذج كثيرة في الشعر العباسي عفوا في الشعر الجاهلي أنا اخترت طبعا يعني اثنتين من الشعر الجاهلي على أن كما تقول يعني أو كما وثقت الغداء المارديني هي الباحثة والكاتبة لكتاب شواعر الجاهلية رصدت ما يقارب 63 يعني رصدت ما يقارب 63 شاعرة في العصر الجاهلي كذلك في موسوعة شعراء العصر الجاهلي لعبدعون الروضان أيضا حصر ما يزيد عن الذي حصرت الباحثة الرغداء ب20 أيضا شاعرة فيعني قرابة السبعين شاعر الموجودة في الشعر الجاهلي لربما هذه الأسماء نادرة لم تصلنا لم ندرسها لا يذكرها العديد لكن موجودة في المصادر نود الآن أن نعرج إلى بعض السمات الإسلوبية والأغراض التي يعني تحدثت فيها المرأة الشاعرة في الجاهلية ككل الأغراض الشعرية التي تحدثت عنها المرأة هي أغراض متعددة لكن أهمها كان غرض الرثاء لماذا كان غرض الرثاء سيد الموقف كان غرض الرثاء سيد الموقف بسبب الحروب التي كانت تشهدها القبائل وكانت تفقد في هذه الحروب أعزائها أبنائها زوجها يعني والدها ولذلك كانت الكثير من القصائد يعني تبكي وتستدعي البكاء على فراق الأحبة وفراق الأعزاء وكذلك يمتزج الرثاء بالمديح والفخر في القبيلة لأن حينما طبعا ترثي من عادة العرب حين رثاء الفقير يتم تصطير صفات العزيزة والحميدة والتي تفقد بسبب موتها وبذلك كان المديح يعني في القصيدة نفسها في قصيدة الرثاء نفسها يلاحظ كذلك أن المرأة طرقت أيضا باب الحكمة وأيضا الهجاء يعني هناك شاعرة اسمها غضوب قتلت بسبب هجاء أهل زوجها كذلك أيضا نرى عند الغزل وموضوع العاطفة والحب والحنين إلى الديار أيضا موجود وترصده القصيدة الجاهلية التي كتبتها المرأة لكن ذكرت الباحثة رغداء نقطة مهمة وقد اختلف معها بعض الشيء وهي أن المرأة لم تتطرق إلى موضوع التساؤلات الوجودية أو الفلسفة وذلك لأنها كانت تفجع بفقد حبائها وكانت تنشد الشعر أغلبها وأكثر لذكر مآثر من تحب ولكن أنا أختلف معها ذلك لأن العديد من القصائد التي تفنت فيها المرأة أنواع الناس وكيف أن الموت مدرك المرء أنا أعتقد أن فيها فلسفة خفية وأعتقد أن الفلسفة لا يجب أن تكون مباشرة بل يجب أن تكون يعني متضمنة لبعض الأبيات وهذا ما وجدت وقد أختلف قليلا مع الباحثة هناك فئة شعرية مهمة جدا رصدتها المرأة الشاعرة في العصر الجاهلي وهي فئة الموثبات هذه فئة للأسف لم ندرسها ولم تمر علينا الموثبات هي قصائد كتبتها النساء في الجاهلية تحرض وتحفز فيها القبيلة على أخذ الثقر واشتهرت بها البسوس خالة جليلة بن فور التي ذكرناها سابقا وهي يقال أن الموثبات التي كتبتها كانت سببا في اندلاء حرب البسوس نأتي إلى السمات الفنية السمات الفنية يعني كانت أغلب القصائد التي كتبتها النساء في ذلك العصر قصائد تميل إلى البساطة إلى عدم التعقيد اللغوي نعم كان فيها حليات موسيقية مثل السجع الداخلي والإيقاعات ولكن ابتعدت كل بعد عن التعقيد والإيغال في اللغة كذلك تميزت بالعاطفة المباشرة لأنها كانت ما تبث عاطفتها وهمومها لأصحابها وقومها حتى يفهموها وحتى يتم تعاطي رسائلها بشكل يعني مباشر وهذا ما قد يؤخذ يعني بشكل فني ونقدي على القصيدة أو الشاعر الجاهلية ننتقل الآن إلى شاعرات العصر الأموي والإسلامي لأن طبعا لا يفرق كثيرا العصر الإسلامي الأموي كون السنوات كانت متقاربة جدا شاعرة اسمها أروى بنت عبد المطلب ومصادر أخرى تذكرها بأنها أروى بنت الحارث ابن عبد المطلب أروى بنت عبد المطلب يقال أنها عمت يقال أنها عمت الرسول صلى الله عليه وسلم وأروى بنت الحارث ابنة عمت صراحة لا نستطيع أن نحكم على دقة المصادر فقد تكونان إثنتان يعني البنت وعمتها وقد تكون هذه الشخصية واحدة ولكن أنا أقرب إلى تصديق أنها عمت الرسول صلى الله عليه وسلم للقصيدة التي سنريدها ترثي فيها والدها عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك عرفت بالفصاحة والجزالة وسرعة البيديها والرد السريع وكانت أجرأ ممن وردنا على معاوية ابن أبي سفيان نستعرض القصيدة الأولى التي ترثي فيها والدها بكت عينيا وحق لها البكاء على سمح سجيته الحياء على سهل الخليقة الطحي كريم الخيم نيته العلاء على الفياض شيبة ذي المعالي أبيك الخير ليس له كفاء طويل الباع أم لسى أم لسى شيضمي أغر كأن غرته ضياء أقب الكشح أروع ذي فضول له المجد المقدم والسناء أبي الضيم أبي الضيم أبلج هبرزي قديم المجد ليس له خفاء ومعقل مالك وربيع فهر وفاصلها إذا التمس القضاء وكان هو الفتاة كرما وجودا وبأسا حين تنسكب الدماء إذا هاب الكماة الموت حتى كأن قلوب أكثرهم هواء طبعا عندما استمع يقول في المصدر قال ابن سحاق فزعم لي محمد بن سعيد بن المسيب أنه أشار برأسه عندما استمع إلى القصيدة وصمت وقال أن هكذا فبكينني يعني يوصي بناتا إذا أردتم رثائي فارثوني بمثل ما جاءت به أروى بنت عبد المطلب أما القصيدة طبعا هذه القصيدة التي تنسب إليها أنها ننتقل الآن إلى شاعرة أخرى وهي شاعرة شهيرة جدا اسمها ليلة الأخيلية طبعا اشتهرت ليلة الأخيلية لأنها كانت محبوبة توبة بن الحمير شاعر أيضا أحبها وقال فيها أعذب الشعر وهي كذلك قالت فيه للأسف ليلة عاشت قصة مأساوية لأنها أحبت شخصا وحينما تقدم لخطبتها رفضها رفض الخطبة أهلها طبعا وبعد ذلك حينما تزوجت استمر توبة في إنشاد الأشعار حبا بها وشكى عليها أهل زوجها شكى أهل زوجها على توبة للسلطان مات توبة قبلها وقيل أنه غدرا أو في غزوة وفي مرة من المرات يعني مرت على قبره مع زوجها وأصرت على أن تنزل إلى قبره وأن تنشد الشعر وللأسف يقال أن هناك بومة كانت في المشهد أفزعت الجمل الذي كان يحمل الهودج فألقى بها وشج رأسها وكذلك لقيت مسرعها فلذلك دفنت بجانب توبة سننشد القصيدة التي يقال أنها ذكرتها وأنشدتها على قبر توبة عفوا سنقول بعض الأبيات لها في المديح وما ثم نتقل إلى تلك القصيدة تقول نحن الأخائل ما يزال غلامنا حتى يدب على العصا مذكورة تبكي الرماح إذا فقدنا أكفنا جزعا وتعلمنا الرفاق بحورة والسيف يعلم أننا إخوانه حران إذ يلقى العظام وتورة ولنحن أوثق في صدور نسائكم منكم إذا بكر الصراخ بكورة أما القصيدة التي قالتها ترثي توبة معشوقة فتقول ولنعم الفتى يا توبة كنت إذا التقت صدور الأعالي واستشال الأسافل ونعم الفتى يا توبة كنت ولم تكن لتسبق يوما كنت فيه تحاول ونعم الفتى يا توبة كنت لخائف أتاك لكي يحمي ونعم الجامل ونعم الفتى يا توبة جارا وصاحبا ونعم الفتى يا توبة حين تفاضل لعمري لأنت المرء أبكي لفقده ولولا ما فيه ناقص الرأي جاهل لعمري لأنت المرء أبكي لفقده إذا كثرت بالملحمين التلاتل أبالك ذم الناس يا توبة كلما ذكرت أمورا محكمات كوامل أبالك ذم الناس يا توبة كلما ذكرت سماح حين تأوي الأرامل فلا يبعدنك الله يا توبة إنما لقيت حمام الموت والموت عاجل ولا يبعدنك الله يا توبة إنها كذاك المنايا عاجلات وآجل ولا يبعدنك الله يا توبة والتقت عليك الغوادي المجنات الهواضي طبعا في نهاية القصيدة تدعو أن يسكي الله سبحانه وتعالى قبره بالمطر وهذه عادة عربية قديمة دائما يتم فيها الدعاء للميت بسقية المطر كذلك من يريد أيضا القراءة المزيد من أشعار ليلة الأخيلية هناك ديوان لها كامل يسمى ديوان ليلة الأخيلية يمكن حصل عليه أيضا عبر فضاء الانترنت وقراءة المزيد من قصائدها بالنسبة للأغراض الشعرية التي توجهت إليها الشاعرة الأموية الإسلامية طبعا يرصد عبدعون روضان أكثر من 20 شاعرة في العصر الإسلامي والأموي أغراض المرأة في تلك الفترة لم تتغير أغراضها كانت ما زالت متأثرة بالجاهلية في الرثاء ومديح القبيلة كما شاهدنا مع ليلة واستعراض محاصل الموتة كذلك لكن طرأ بعض الغرض الشعري وهو الحنين إلى الديار ذلك أن الدولة الأموية توجهت إلى السكن في المدن والقصور ولذلك طغى الحنين إلى حياة البادية وبيت الشعر كما نراه في الشعر ميسون زوجة معاوية بن أبي سفيان في قصيدة لها شهيرة تحن فيها إلى مسكنها في البادية ننتقل الآن إلى شواعر العصر العباسي نختار منها طبعا لا يجب أن نخفلها رابعة العذوية رابعة شاعرة متصوفة من أول من أنشت في الحب الإلهي كذلك عاشت في بيت فقير واستملكت من عدة أشخاص إلى أن تم تحريرها لذلك لشدة ورعها ودينها طبعا من أشهر الأبيات المعروفة لرابعة أنها كانت تطوف في الكعبة وتنشد هذه الأبيات الموجهة إلى الله سبحانه وتعالى تقول وحبك حبيني حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك أما بالنسبة للحرائر في العصر العباسي فنتعرف إلى شاعر اسمها أليا بنت المهدي وهي أخت هارون الرشيد الخليفة المعروف وولدت في كنف طبعا ملكي لذلك حظيت بالمعرفة والعلم والأدب وكانت والدتها حريصة على تعليمها الشعر والأدب وقولها منذ الصغر كذلك كانت موسيقية وتجيد العزف على الآلات الموسيقية للأسف لا تذكر المصادر أكثر من أربعة أبيات لها يعني كل المقطوعات التي وجدتها كانت من بين بيتين إلى أربعة أبيات للأسف لا توجد قصيدة كاملة لكن نستعرض معكم هذه الأبيات لها فكانت تقول لو كان يمنع حسن الوجه صاحبه من أن يكون له ذنب إلى أحد كانت أولية أبرى الناس كلهم من أن تكافى بسوء آخر الأبد ما لي إذا غبت لم أذكر بواحدة وإن سقمت فطال السقم لم أعدي ما أعجب شيئا ترجوه فتحرمه قد كنت أحسب أني قد ملأت يدي وهنا طبعا تتحسر على حالها ونفسها وفيها فخر بذاتها أما بالنسبة لآخر شاعرة معنا في العصر العباسي هي عينان جارية الناطفي وهي من شاعر العصر العباسي الأول ولدت في اليمامة كذلك اشتهرت بجمالها وسرعة بذيهتها وقدرتها على الارتجار كانت أكثر الناس مجاراتا ومسادلة للشاعر الشهير أبي نواس أو أبو نواس وقيل إنها كانت تفهمه في ردودها طبعا اشتهرت بكثير من الشعر الجريء ولكن سنتذكر لها قصيدة هنا في مدح خالد بن يحيا البرمكي ونخص هذه القصيدة لماذا؟ لأننا نرى هنا تطور أغراض لم تكن الشاعرة تمتدح في العصر الجاهلي أما الآن أصبح غرض المدح في الشعر العباسي غرضا وذلك لأن عينان جارية وكانت تجرس في بلاط الخلفاء وبالتالي كان هناك اتصال مباشر بعالية القوم فكان طبعا وجودها مع الخلفاء ومديحها نتيجة طبيعية لإنتاجها الشعري وكذلك لا ننسى أن الشعر المديح كان من الأشعار التي تجرب الكسب والمال لأصحابها تقول إنان نفى النوم من عيني حوك القصائد وآمال نفس همها غير نافدي إذا ما نفى عني الكرا طول ليلة تعودت بنها باسم يحيا بن خالدي وزير أمير المؤمنين ومن له فعالاني من حمد ضريف وتالدي من البرمكيين الذين وجوههم مصابح يطفي نورها كل واقدي مصابح يطفي نورها كل واقدي على وجه يحيا غرة يهتدى بها كما يهتدي سار الدجا بالفراقدي تعود إحسانا فأصلح فاسدا وما زال يحيا مصلحا كل فاسدي وكانت رقاب من رجال تعطلت فقلدها يحيا كرام القلائد على كل حي من أيديه نعمة وآثاره محمودة في المشاهد حياضك في المعروف للناس جمة فمن صادر عنها وآخر واردي وفعلك محمود وكفك رحمة ووجهك نور ضوءه غير خامد بلغت الذي لا يبلغ الناس مثله فأنت مكان الكف من كل ساعدي فياربي زده نعمة وكرامة على غيظ أعداء وإرغام جاحدي من أنت على أختي منك بنعمة صفت لهما عذاب الموارد فمن لي بما أنعمت منك عليهما وقاك إله الناس كيد المكائد طبعا بالنسبة إلى الأغراض الشعرية نرى أن الشعر الجري أو ما يقال أو ما يسمى بالماجن اشتهر كثيرا في العصر العباسي ذلك بأن الحياة أصبحت أكثر رفاهية وبات التقاء الشعراء بالشواعر أصبح ممكنا في مجالس الخلفاء كذلك هناك العديد من الجواري أصبحنا ممتهينات للشعر كاتبات له وأيضا مساجلات ذلك بأن أصحاب الجواري أو من قاعم على تجارة الرق أو الجواري يحرص على تعليم الجارية الأدب والفن ذلك لينعم بها بمبلغ كبير حين يبيعها عن الخلفاء والبلاظ وبالتالي هنا كثرت مهلة الشعر عند الجواري على الخصوص أما السمات الفنية نرى أنها طبعا تطورت أصبح التشبيه والكنايات والاستعارات الخيالية أكثر دخولا في الشعر ذلك بأن الشعر في العصر العباسي وهو يسمى العصر الذهبي هو عصر التدوين وعصر تلاقح الأفكار والانفتاح على الآخر وعصر الترجمة فذلك أتى بتأثيره بتأثيره على إنتاج المرأة في الشعر العباسي كذلك نرى بأن الغزل اكتساحا كبيرا ذلك أن الحرائر احترفنا وأن الحرائر تعيش في بيئة مترفة فلذلك الغزل دائما مرافق للبيئة المترفة ننتقل الآن إلى آخر عهدة بالشاعرات أو بالشواعر فنذهب إلى الأصر الأندلسي نستعرض معكم الشاعرة ببثينا بنته المعتمد ابن عباد طبعا والدها الملك الخليفة المعتمد ابن عباد الذي حكم إشبيليا وكذلك والدتها اعتماد الروميكية والتي جرت بينهما قصة حب شهيرة بين اعتماد والمعتمد ابن عباد طبعا كونها ابنة شاعر وشاعرة وأميرة فلذلك حظيت بمحيط شعري جميل لكن للأسف عندما حلت النكبة بوالدها حين دخول الموحدين طبعا زال الملك وسجن والديها وسبيت للأسف وبيعت كما بيع الجواري وتم بعد ذلك اشتراها رجل واهداها لابنه لكي يتزوجها ولكنها رفضت إلا قبل أن تستأذن والدها فكتبت لوالدها هذه القصيدة فتقول لا تنكروا أني سبيت وأنني بنت لملك من بني عبادي ملك عظيم قد تولى عصره وكذا الزمان يقول للإفساد لما أراد الله فرقة شملنا وأذاقنا طعم الأسى عن زادي قام النفاق على أبي في ملكه فدن الفراق وليم يكن بمرادي فخرشت هاربة فحازني يمرؤ لم يأتي في إعجاله بسداد إذ باعني بيع العبيد فضمني من صانني إلا من الأنكادي وأرادني لنكاح نجل طاهر حسن الخلائق من بني الأنجادي ومضى إليك يسوم رأيك في الرضا ولأنت تنظر في طريق رشادي فعساك يا أبتي تعرفني به إن كان ممن يرتجى لودادي وعسى رميكية الملوك بفضلها تدعو لنا باليمني والإسعادي طبعاً عندما وردت هذه القصيدة إلى والدها في السجن فريح كثيراً لمعرفته بأنها ما زالت على قيد الحياة وأجابها بهذا البيت الذي يقول بنيتي كوني له برة فقد قضى الدهر بإسعافه أما الشعرة الأخرى هي حفصة بنت الحاج الركونية شعرة من غرناطة شهرت بمالها وجمالها أكثر شعرها كان في الغزل والغزل الجريء كذلك أحبها أبو جعفر بن سعيد العتسي وأراد الاجتماع بها ولكنها كانت تماطله فكتب إليها شعراً يرجو لقاءها ويشكو فيه وجده وصبابته فكتبت إليه تقول يا مدعي في هوى الحسن والغرام الإمامة أتى قريضك لكن لم أرضى منه نظامة أمدعي الحب يثني يأسى الحبيب زمامة ضللت كل ضلال ولم تفدك الزعامة ما زلت تصحب مذ كنت في السباق السلامة حتى عثرت وأخجلت بافتضاح السآمة بالله في كل وقت يبدي السحاب سجامة والزهر في كل حين يشق عنه كمامة لو كنت تعرف عذري كففت غرب الملامة طبعاً نلاحظ أن أشعار هنا ضريفة رقيقة فيها من الشقاوة القليل وهذا ما عرفت بحفصة وعموماً شعر الجوالي كان دائماً يتميز بالضرافة الأغراض الشعرية تنوعت أصبحت هناك مخاطبات ومحاورات شعرية أكثر لوجود البيئة المحفزة والمخالطة بين الجنسين كذلك طبعاً بسبب البيئة والطبيعة الموجودة في الأندلس نرى أن الشعرات الأندلس لغتهم تميل إلى الرقة والعذوبة عكس الكلمات التي قد تكون الثقيلة التي تستخدمها الشعر في الجاهلية طبعاً لاختلاف البيئة وتأثير الطبيعة على نفسية الإنسان وعلى العرب بشكل العام عندما اختبروا الحياة في الطبيعة بعيداً عن البادية طبعاً هذا كان استعراضاً مبسطاً يسيراً مختصراً جداً لبعض الشعرات في العصور والآن سننتقل إلى النقاط الأهم وهي عدم معرفتنا لماذا لا نعرف العديد من الشعرات لماذا لا يدرس أدب الشوائر في الجامعات والمدارس وعرحة طبعاً إزد الدين إسماعيل في مقدمة كتاب شوائر الجاهلية يقول عبارة مهمة يقول من كتب التاريخ كانوا رجالاً لم يبدأ التدوين والتوثيق للأدب والأخبار إلا في مقدمة العصر العباسي وبالتالي هناك العديد من السنوات والأدب والأخبار أغفلت ولم يتم تدوينها لذلك لأن حضارة العرب حضارة شفاهية تقوم على الرواية وتناقل الأخبار ونعلم كم دخل العرب من معارك من بعد الإسلام وغيرها إلى العصر من العصر الأم والعصر العباسي وكثير من من حفظ في صدور هؤلاء الناس ذهب ولم يوثق وبالتالي هذا كان السبب الأول شيء الثاني هناك مهنة تسمى مهنة الوراق الوراق هو الذين يقومون بنسخ الكتب وكان أغلبهم من الرجال كذلك وبالتالي هناك عبارة تقول أن التاريخ يكتبه المنتصرون فبما أن الرجل كان منتصر يسيطر على سدة الوظائف المهمة في الدولة مثل التوثيق والناقد والبلاغة وغيرها فلذلك كانوا يرون أن المرأة تقوم بدور ثانوي وليس دور أساسي فأغفل الكثير من شعر المرأة هذا أول أما السبب الثاني هو النظرة الدونية لإنتاج المرأة طبعا للأسف أن حتى بعد الإسلام لم تزل الصورة مقللة القدر للمرأة حتى بعد الإسلام كان يفترض أن كل الإسلام له دور إيجابي في الموضوع ولكن للأسف الأخلاق القبلية لم تنتهي واستمرت ومن أهم ما يذكر في النظرة الدونية والذي يمكن أن نقول أن يختلط مع موضوع اعتبار الشعر مضمارا رجوليا لا تدخله المرأة قول الفرزدق أنه حينما كان يعني مثلا يسمع بشاعرة أو يستشار رأيه في قول شاعرة يقول إذا صاحت الدجاجة صياحة ديك فلتذبح يعني هذا تصريح خطير مشاعر مهم في العصر الأموي والفرزدق يؤكد بأن هناك سيطرة على ميدان الشعر كونه مضمار رجولي لا يراد أن تدخل تدخل له المرأة كذلك هنا ضمت أيضا الكتب في العصر العباسي أرى تقول أن المرأة لا تصرح إلا للبكاء والرثاء فلذلك لم يصلنا من شعر المرأة إلا ما هو مختص بالبكاء والرثاء وهم الذين حددوا وأطروا موضوع ماذا تصلح له المرأة وماذا لا تصلح ولم يدونوا ويجعلوا للقار الخيار بأن هل فعلا أجادت المرأة أم لا أيضا ممارسة الوصاية على أغراض النساء الشعرية يعني من الطريف جدا أنني حينما بدأت بالبحث من أجل المحاضرة وجدت أن هناك باحث معاصر يقول بأنه ألغى بعض أشعار النساء أو لم يردهن في الموسوعة ذلك لأنه استبعد أي شعر جريء لا يتسق مع القيم وأنا صراحة أرى هذا من الطريف وأيضا من ممارسة الوصاية لأن الأغراض الشعرية أو الأدب بشكل عام لا يخضع لمعيار الشر والخير ولا يخضع لمعيار الصح والخطأ وبالتالي أعتقد أن لا يجوز أن يكون الباحث موضوعيا وأن يقرر بنفسه ماذا ينتقل إلينا وماذا لا ينتقل فقط لمجرد أن هذه القيم لا تتناسب مع قيم الباحث كذلك من الأسباب التي ساهمت في ندرة انتقال وعبور الشعر النساء علينا هي المعايير النقدية التي وضعها الرجال طبعا كما ذكرنا أن الرجال هم الذين كانوا يترأسون المناصب الوظيفية والنقدية وكانوا يتفرغون للكتابة والنقد والحفظ فبالتالي هم الذين وضعوا المعايير النقدية وأريد أن أنبه وأذكر يعني معيارا نقديا يعتبر عنصريا نوعا ما وهو معيار الفحولة طبعا أول من أتى بمصطلح الفحولة كمصطلح نقدية هو الأصمعي وأيضا ألفت في هذا المصطلح يعني كتب نقدية مهمة مثل طبقات فحول الشعراء الفحول لا أصلا ولغة تدل الفحل في اللغة هو الذكر من الحيوان أو الذكر يعني ذو القدرة على إنجاب الكثير من الأبناء وانتقلت هذه الصفة إلى الشاعر بحيث أن الشاعر الفحل هو الشاعر القادر على إنتاج القصائد القادر على جودة الشعر وبالتالي نوعا ما وضمنيا خصت هذه الصفة للشعراء الرجال دون النساء فلا نصدع يعني لم نجد أو نقرأ لناقد يصف الشاعر بأنها فحلة لأنها ليست صفة نسائية صفة ذكورية بامتياز فبالتالي حتى المعايير النقدية التي أوردها النقاد والرجال كانت مختصة بالرجال ولم تشمل النساء لذا كان هناك في تحيز عنصري نوعا ما باتجاه شعر المرأة كذلك من أهم الأسباب التي قد أثرت على كتابة المرأة هو عدم ممارسة المرأة للشعر كوظيفة يعني مثلا حينما نقرأ في التاريخ عن شاعر مثل المتنبي ينشد الأشعار ويذهب إلى مولى وخليفة فينشده الشعر فيتكسب من القصيدة لم يتح للمرأة هذه الوظيفة ذلك بأنها لم تكن صاحبة مهنة الرجل كان صاحب المهنة فالرجل امتهن الشعر ليتكسب منه ثانيا أيضا نرى في التاريخ كذلك بأن هناك الكثير من من يشكك في موهبة المرأة مثال على ذلك مثلا رابعة العدوية التي ذكرناها للتو شاعرة صوفية نسبت لها أبيات شهيرة جدا وتغنى واحدة من الأبيات هذه تقول إذا صح منك الودو فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب هناك العديد من المناظرات التي جرت خاصة في هذه الأبيات تنسب هذه الأبيات لأبي فراس الحمداني لا إلى رابعة العدوية ومن رأي الشخصي حقيقة من وجهة ناطالي كباحثة أرى أن الأبيات يجب أن تنسب إلى رابعة لأن معنى الأبيات وسموها لا تقال لرجل يمدح رجل بل تقال لعابد يثني ويتقرب إلى الإله وبالتالي ما زالت لدينا تهمة الموهبة بالنسبة للمرأة الشاعرة يعني دائما يتم التقرير من قدرها أو يتتهم بأن هناك من يكتب لها وهذه للأسف للأسف ما زالت تهمة موجودة إلى زمن المعاصر بالنسبة إلى ملخصنا اليوم بالنسبة لي ظلم الوراق والمؤرخون لتاج المرأة كثيرا لم يدونوا كما يجب بالنسبة لي أيضا المرأة لم تكن ضيفة على المشهد الشعري بل عضوا أساسيا فيه شاركت فيه منذ الجاهلية كذلك كثير من قريبات الشعراء ومحبوباتهم وزوجاتهم كنا شواعر يعني فرضا نحن نعرف تأبط شرا الشنفرة لكن لا نعرف أن أمه كانت شاعرة نعرف ابن الدمينة لكن لا نعرف أن زوجته كانت شاعرة نعرف شاعر الحوليات زهير بن أبي سلمة ولا نعرف أن الخنساء أخته كانت شاعرة كذلك حاتم الطائب ابنته كانت شاعرة فلذلك الكثير والكثير من قريبات الشعراء كنا شواعر ولكن يذكر الرجل ولا تذكر المرأة كذلك جزء كبير من الذاكرة من ذاكرة المرأة الشعرية أخفل ولم يصلنا إلا مرتبطة ببلاط الخلفاء وأخبار الظرافة والمجون لذلك من وجهة نظري من الظلم جدا الحكم على الفنيات والأسلوب لأن ما وردنا يعتبر قطرة مما أخفل حتى لا نكون في نبرة مضمومية أو نظرة حزينة أنا أعتقد أن هذه المحاضرة لفتة جبيلة من مركز الشيخ عبدالله ستالن حتى نلفت الانتباه إلى هذا الموضوع وكذلك أنا من هذه المنصة أدعو جميع المؤسسات التعليمية والثقافية والقائمة على الأدب والشعر في الوطن العربي أن ندعم المشاريع التي تهدف لجمع وتدوين نتاج المرأة وتقوم مشاريع بدعم مادي ومؤسسي لكل الباحثين والطلبة المهتمين بهذا الشأن حتى لا يغتال مرة أخرى شعر المرأة طبعا هذه بعض المراجع لمن يريد الاستفادة أكثر شكرا جزيلا أتمنى أني لا أكن قد أطلت أو أخذت الوقت الكثير شكرا جزيلا لاستماعكم وحضوركم وأنا الآن جاهزة لأي سؤال أو مداخلة من الحضور شكرا جزيلا أسماعيل موجود أستاذ سماعيل أستاذ سماعيل موجود عشان ناخذ الأسئلة يعطيتش العافية أستاذة دوال أعذروني صرفي عطل مع نهاية المحاضرة في عطل التقني بس إن شاء الله عالجته شكرا على الموضوع الشيق جدا وصراحة يعني تقريبا 55 دقيقة استفادنا منها كثير وبثل ما قلت الموضوع يعني يمكن أنت لمست رؤوس الأقلام والموضوع يعني بشتة في الرعاة أعتقد يستاهل دروس كثيرة ويعني حتى رسالات يمكن دكتوراه متعددة في كل عصر وسبب ندرة تدوين شعر المرأة فيه وشنو كان ميول المرأة الشعرية في كل عصر أنا اللي حاب يسأل سؤال طبعا طرحت أنه يكتب في الشات فيه راح أقرأ بعض التعليقات في الشات فيه كذا إطراء لج طبعا نرجس تقول جمال اللغاء السادة دلال تروي القلم بحياة وسعيدة جدا بهذه المحاضرة يعطيك العافية وإحنا سعادات لوجودك كذلك فيه لفتة إلى من حنين أرغب بذكر الشعر الكويتية غيداء محمود شوكل أيوبي لمحبي الشعر أصدر تيوان واحد فقط هو عناق الفراغ طبعا السادة دلال قالت أن الشعر الحديث أعتقد مبحث آخر لأن تدوين حي أكثر من الشعر اللي فات وكذلك أيضا خديجة السعيدي شكرا لهذا العرض القيم هل حقا تمكنت الشاعر العربية من التخلص من تلك القيود الذكورية أنها سقطت في تكريسها وتقديس صورة الذكر في قصيداتها بوعي أو بلا وعي منها أنا كذلك كان عندي سؤال قريب من اللي تطرحها أن الشعر الجاهلي أغلب ما توصل لنا من الشاعرات كان رثائيات في رجال قتلوا وبعدين أنت مريتي على الشعر الأموي والعباسي أيضا لاحظت أن أيضا كان الرجل يلعب دور أساسي في الشعر المرأة بس يعني تعليقك على هذا يعني إذا أحد يعتبر أن هذا يعتبر نوع من تكريس للذكورية من الشاعر نفسها شبك ردين نعم نعم لا أنا أختلف تماما طبعا هذه بالنسبة للأمثلة التي طرحتها شاعر الجاهلية كان لديه الكثير من شعر الحكمة عن تفكر فكرة الموت وفقد أحبابها لا أستطيع أن أقول تمركز النظرة لكن حتى نفهم الأدب يجب أن نفهم السياق في العصر الجاهلي المرأة كانت عضو مهتم بالتربية والتنشئة كانت لا تغزو لم تكن تذهب إلى الحروب لم تكن ترعى أو مكلفة بمهنة حتى ترعى البيت أو نفسها هذه الوظيفة كانت يعني شأن الرجل وذلك للظروف طبعا كما ذكرنا ظروف تاريخية طيب لم تمتهن المرأة يعني المرأة لم تكن ذات مهنة يعني في هذا العصر وبالتالي من الطبيعي جدا أن يكون جول تركيزها الشعري على الأشخاص الذين يمثلون أحمدت البيت بالنسبة لها الرجل كان لها بالنسبة لها المعيل الزوج السند الظهر لأنه كانت عندما تغزر القبائل يتم سبيه النساء يتم اختطافهم فبالتالي وجود الرجل كان سند حماية وعزها للمرأة فبالتالي ليس بالغريب يعني أن يتحول الموضوع أو ينعكس على الأدب بالتالي لكن لا أستطيع أن أقول أن جل ذلك كان من المواضيع ربما من المواضيع التي غافلتها هو أن أيضا الشعر الجاهلي فيه الكثير من عتاب الأم للولد بأنه حين يختار زوجة لا تحبها تعاتبه مثلا طيب فهذا واحدة من المواضيع مثلا تتكلم عن مثلا مثلا إذا تزوج زوجها عليها مثلا فهناك مثلا نوع من المطارحات الشعرية مثلا الهجاء أيضا من أهم الغراض التي تحدثت فيها إذا طبعا هجمت عليهم قبيلة وطبعا يعني استمس بنسائها تقوم بهجاء القبيلة التي يعني استحلت هذا الشيء فبالتالي حينما يعني نحكم على هذا الموضوع لا نستطيع أن نحكم بهذه الطريقة بدون فهم السياق التاريخي هذا رقم واحد رقم سنين أركز على أن هذا ما تم عبوره لربما تطرقت الشاعر إلى مواضيع أكثر وأشياء أكثر وقصائد أكثر ولكن هذا ما تم فقط دخوله إلينا أو عبوره إلينا في التاريخ بالتالي لذلك أنا ذكرت هذه النقطة في الملخص بأن من الظلم جدا أن نحكم على شعر النساء الذي وصلنا لأن هناك كثير لم يصلنا بالتالي لا نستطيع أن نصل إلى حكم نهائي بما يخص شعر المرأة في العزور السابقة أتمنى تكون النقطة وضحت أنا وضحت لي باقي الأسئلة أين كل ما ذكرتي من معوقات عن شعر الخنساء أعتقد أنت مريتي على هذا في بداية الحديث والأخت لطيفة الفارسي تلبيت تعقد أسمح لك شوي إذا رفعت راح رافع إيلها أول شي خلت تعقد بعدين نمر على السؤال السلام عليكم مساء الخير أنا سعيدة جدا بحضور هذه الأمسية الرائعة في الحقيقة الأمسية الثقافية النقدية وأيضا سعيدة جدا باستضافة الدكتورة دلال البارود وجمال هذا الإلقاء في هذا اليوم الصيفي القائد في الحقيقة يعني اللي أسعدنا فعلا إلقاء هذه القصائد لكني يعني لدي بعض التعقيبات على ما ذكرت الدكتورة في الحقيقة من يتأمل الشعر أو ناقلو الشعر العربي يجد أن نحن نطرح التساؤل التالي من ينقل الشعر وأين نجد هذه الأشعار لما نتصفح ناقلو الشعر يعني الذين نقلوا الأشعار سنجد أن الشعر لا يرتكز على المدونات الشعرية فقط وإنما سنجد أن المقطوعات الشعرية موجودة في المدونات إضافة إلى كتب التاريخ وكتب الأنساب من ينقل الشعر الروا والمدونون والنقاد والإخباريون والنسابة لذلك سنجد أن مقطوعات شعرية للنساء ترد عند الجاحب عند يعني بن رشيق عند كثير من النقاد العرب الذين نقلوا شعر المرأة في الحقيقة كذلك سنجد أن النسابة يعني أصحاب كتب الأنساب نقلوا وذكروا أن في هذه القبيلة برعت فلانة وفلانة وفلانة في الشعر أن أم فلان كانت شاعرة وأخته شاعرة وعمته شاعرة فأتوقع أن التاريخ لم يغفل هذا الأمر ولم يتجاوز المرأة أبدا يعني نحن لا نريد أن نقول سعادة الدكتورة أن المدونات ظلمت المرأة لم تظلم المرأة في الحقيقة المشكلة اليوم يا دكتورة دلال أننا نحن نحن اليوم في هذا العصر الحديث كيف ننظر للقضايا الشعرية التي تمس المرأة ننظر إليها بمنظورنا نحن اليوم نسقط المنظورات على أزمنا سابقة وهذا أتوقع يا دكتورة توافقين رأي ربما أنه من الإجحاف أننا نسقط آراءنا اليوم على ما حدث في العصر الجاهلي والإسلامي والأموي ودليلي على ذلك ما قلته حين نقلت لي رأي ناقد معاصر أنه استثنى شعر المرأة من مدونته ذلك لأنه يعني هو أسقط شعرها لأسباب يراها لذلك أتوقع أن اليوم إحنا ما نقدر نقول أن المرأة ظلمت لأن اليوم لا تنسي أن هناك دعاة نسوية النقاد المعاصرون اليوم بعضهم اللي يعني ينظرون إلى الذكورية وهالأشياء يبدون يسقطون آراءهم على عصور سابقة في حين أن النقاد القدامى ذكروا المرأة ولو لم يذكروا ولو لم يعترفوا بالمرأة ما أقامت المرأة صالونات أدبية في الأندلس وما سمعنا عن صالونات أدبية في العصر العباسي وما سمعنا عن امرأة وقفت وارتجلت الشعر في مجلس من المجالس تستشفع لابنها وتستشفع لزوجها إلى آخره فأتوقع أن المصادر في الحقيقة إذا كانت المدونات المصادر الشعرية قليلة من حيث ورود الشعر المرأة لكننا سنجد أن الشعر يلد في المدونات الإخبارية ومدونات النسابة فإذن أتوقع أن لا نريد كذلك حين استشهدتي بقول الفرزدق في الحقيقة الدكتورة أتوقع أن الفرزدق معروف بالتندر والهجاء ولا نعجب إن كان يقول هذا التصريح يعني الفرزدق أصلاً له نظراته المتطرفة لشعر الرجل يعني من بني جنسه فكيف ستكون نظرته لشعر المرأة أتوقع أنه سيكون أكثر تطرفاً في هذا الأمر يعني الآن يعني لا نريد كذلك لاحظت يا دكتورة أن قائمة المصادر التي اعتمدت عليها هي قائمة حديثة لكن لو رجعت إلى المدونات القديمة الإخبارية ومدونات الأنساب ومدونات التاريخ ستجني شعر المرأة بشكل كبير حاضر ويعترفون بموهبة المرأة لا ننسى أيضاً أنا أيضاً يعني أعتمد على ما قلته أنت تقولين أن حتى نفهم الأدب لابد أن نفهم السياق لا ننسى أن المرأة يعني الرجل توفرت أو توفرت على نقل شعر الشعراء ظروف كثيرة وأسباب ويعني معطيات كثيرة منها الرواة لكن المرأة بسبب وضعها الاجتماعي سواء يعني في العصر الجاهلي أو العباسي أو الإسلامي أتوقع أن المرأة ما كان عندها راويات يعني اللي نقلت شعر المرأة كانت صديقة لها جليسة لها يعني أتوقع أن الوضع الاجتماعي كذلك كان ربما هو السبب وليس الذكر يعني ليس المدونون هم الذين أسقطوا شعر المرأة ولكن نستطيع أن نقول أن المرأة قصرت مع المرأة الشاعرة الجليس جليستها صديقتها يعني رفيقتها ربما قصرت في نقل شعر المرأة لذلك يعني ما أدري إذا كنت توافقين أني أنا أخلص إلى أن لابد أن يكون موضوعيون أكثر لا نعمم ولا نستخدم يعني التعميمات التي تقول دائما يتم تقليل مشعر المرأة دائما هذه تعميمات مجحفة في حق النقاد القدامى والمعاصرين كذلك وإن كان بعض المعاصرين لديه نظرته وأنا أقدر وأحترم وأثمن هذه الأمسية الرائعة وأشكر مركز عبدالله السالم الثقافي على ما أتحفنا به اليوم ونحن نترقب كجمهور خليجي وجمهور عربي محاضرات أخرى وأمسيات أخرى وندوات أخرى شكرا جزيلا للدكتورة دلال بارود وأشكر أيضا مركز عبدالله السالم الثقافي شكرا لكم شكرا جزيلا لطيفة طبعا ملاحظات تضل نحن نحن وقت المحاضرة كعدينا أعتقد صح أشكرا جزيلا وأنا كان يعني كنت بسمحك تعقيب أو تعليق بسيط بس ظاهر أن الأمر مطول إذا تعقبين باختصار بعدين تقدرين يعني ما أدري بالإيميل أو بأي طريقة تردين على الأستاذة لطيفة وأنا لازم أختن يعني أنا أشكر أولا الأستاذة دلال الموضوع شيق جدا وأكيد كلنا عندنا آراء من هذا الموضوع لأن الموضوع شيق والطرح كان جدا يعني مثري وفي رؤوس أقلام يعني في خلال ساعة الإنسان هذا الموضوع الضخم في خلال ساعة لابد أن يكون فقط رؤوس أقلام فأنا أشكر الجميع وأشكر الأستاذة دلال إذا تبين تكونين كلمة ختاب وتعقيد بسيط على الأستاذة لطيفة كذلك أولا شكر لكم صراحة شكر لك سماعيل أنت من ترسلت معي بخصوص المحاضرة شكرا جدا جهودك معي ومراساتك صبرك علي كذلك أشكر جميع الحضور وهذه ثقة غالية أثمنها وفقط يعني حتى لا أكون غير منصفين حتى لا أكون غير منصفين نعم هناك من يعني من الشعراء والأنقاد اللي نذكر شعر المرأة من ضمنها الأصفهاني في كتاب الأغاني ضم الكثير أيضا الأصفهاني كتب الإماء الشواعر صنف فيه الجواري أبي تمام الشاعر الجزل العباسي لديه كتاب اسمه حماسة أبي تمام وضمن هذه الحماسة العديد من القصائد لا نتهم الرجل بشكل كبير ولكن نقول أن سيطرة الرجال على بعض الوظائف سائمت في عدم النقل وطبعا الفرز طبعا متضرف كذلك أيضا ما وردنا عن بشار بن برد بينهم كان يسم المرأة بالضعف الأصفهاني كذلك فهناك نظرة دونية لإنتاج المرأة لا نستطيع أن نذكرها هذا هو تاريخنا وإذا أردنا الآن أن نسمو على الجراح والأمر المحزن لابد أن نكاشف ذواتنا النصارحة نتقبل بأن هذا كان هو التاريخ والآن بما أننا نحن في الحاضر نحاول على أو نحاول إحياء شعر المرأة مرة الأخرى الأحياء منهم يعني قبل الأموات فقط هذا ما كنت أود قولي وشكرا جزيلا لكم شكرا 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 لج وشكرا لجميع الحضور وإن شاءنا نلتقيكم في حلقة أخرى ومن هذه سلسلة المحاضرات وإلى اللقاء